اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ربنا يخلي يا ريس ربنا يخلك انجالك بقولك ان حد فهمك ان مصر دي عزبة ابوك واحنا فيها ولاد الرئيس عبدالواحد ابدا احنا جمنا بالثورة ليه ده انا جايلك من ديروت عشان اقولك اسفين يا ريس اسفين على ثقاتنا فيك اسفين على اختيارنا ليك جايلك ومحملة بدم ولادنا اللي لسه على الجاضيف في منفلوت ودم شبابنا ولحموا اللي اتهرس تحت جطبان السكة الحديد في البدرشين عشان يخدموا الوطن متعبين احنا بحبك يا وطن كفاية علينا كده جايين هنا جابلي ما اتكلم عن مشكلة الداخلية جاي اوصل رسالة احنا عارفين سياسة سياداتكم الشعب يقوي الشعب يعوي والاخوان تسير فكلامي مش هيقسر مش هيقسر يا ريس ولا هتسمعوا ولا هتحطوا له اي اعتبار ولكن جاي هنا يا جماعة عشان نقول اه اه يا استاذ معتز عشان نقول اه كفاية وجع ايه توجعنا ولا مطلوب مننا ايه بالضبط تطحنونا وما نقولش اه ابسط الاشياء اه يا ريس على يوتيوب فيديو بسجل ردود الفعل على النزوح السوري الى لبنان من اعداد جريد النهار كان عم يلاقي موجة استنكار كتير واسعة وخصوصا الكلام العنصري والتحريدي يلي حمله ومنتوقف عندما كتبته الاعلامي ديانا مقلد على صفحته على فيسبوك وبتقول تقرير النهار مخجل ورد غسان حجار كذلك ايضا على فيسبوك منتوقف عن دعوة انتشرت لاعتصام نهار الخميس امام مرفق بيروت تليها مسيرة بالتجاه الزيتونة باي في اطار تحركات هيئة التنسيق النقابية رفضا للسطو على الاملاك البحرية تحت شعار شايف البحر شو كان قريب المغرد السعودي مشتهد كشف ان وزارة الداخلية عم تجري مراجعة للسياسية الاعلامية لتشمل تغريدات ومواقع تويتر وبحسب مشتهد فان وزير الداخلية السعودي اعترف ان تويتر مصيبة وطلب تطوير اساليب مغردي المخابرات حتى تصير على مستوى مغردي المعارضة السعودية كما طلب من الاستخبارات التخلي عن اساليبها باختلاق حسابات باسماء وهمية يلي صارت مكشوفة وطلب توظيف طلاب ومثقفين متعاطفين مع الدولة ليقوموا بالتغريد باسماء حقيقية للترويج للنظام بوجه المعارضين مع هذا الخبر منوصل لختام فقرتنا لليوم